اشتركوا في القناة اليمن الشقيقة سالمين غانمين ومشاركتهم في أداء واجبهم النبيل على الوجه الأمثل حيث رفع الجميع إلى جلالته أيده الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك ضارعين إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته باليمن والبركات وعلى وطنين العزيز بالمزيد من الرفعة والأمن والزهارة تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى رعاه الله وقد بادلهم جلالته التهانية بهذا الشهر الكريم مشيدا بما يبدله رجال قوة دفاع البحرين البواسل من جهود وطنية صادقة وكذا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله أن جميع منتسبي قوة دفاع البحرين دائما موضع الفخر والاعتزاز من الجميع وعلى قدر المسؤولية السامية المناطة بهم وقد تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى خلال اللقاء بمنح عدد من ضباط صف الحرس الملكي وسام الأقدام العسكري الذي هو من الأوسمة العسكرية الرفيعة وهم الوكيل حمد جاسم محمد الديري والعريف إبراهيم خليل الجزاف والجندي خالد محمد علي اليافعي وذلك تقديرا لهم على ما أبدوه من شجاعة وأقدام أثناء أداء واجبهم المشرب وتعاونهم بكل كفاءة مع الأشقاء خلال عملية إعادة الأمل معرفة أن جلالته عن تقديره واعتزازه بمشاركة رجال قوة الدفاع البواسل مع شقائهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة نصرة للشرعية وتقديم الإغاثة الإنسانية وكل ما فيه خير اليمن وشعبه العزيزة ومتسم به من شجاعة في هذه المهمة الإنسانية النبيلة وقد كلف جلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله كبار الضباط بنقل تحياته وتهانيه بهذا الشهر المبارك إلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها متمني أن للجميع دوام التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر